بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في دروس قديمة تعرضنا أثناء تفسير بعض الآيات لمسألة الاستغفار للمشرك الذي يموت على الشرك وقلنا أنه هناك فرق بين الاستغفار وحكمه والاسترحام وحكمه في الشرع والحقيقة تعمدت أني أطرح هذه القضية لأنه بعرف أنه هناك الكثير من الناس حتى المتخصصين في الشريعة الإسلامية هم بشاهدوا دروس التفسير ومنهم حتى بدرسوا في تفسير وأنا قصدي الحقيقة أنه قد أكون غفلت عن بعض الأدلة يعني يكون الأمر التبس علي لأنه أحيانا ممكن يكون فيه أحاديث وأنا ما بعرفها هذا الكلام له سنين للحقيقة بدون ناس يبعثوا في اعتراضات وانتقاد للمسألة من وقتها إذن إحنا ما إلها علاقة المسألة بالأحداث اللي بتصير ما هو هذه مسألة مش رح تنتهيها فكرة كل ما مات واحد رح يبدو يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز أنا مش معني بهذا الكلام لأنه أصلا أنا باحث هذه المسألة من خلال دروس التفسير بعيدا عن أي حدث لأنه بعض الناس قد يتصور أنه أنا موجود الآن في فلسطين أنه نتيجة الحدث الأخير فيما يتعلق بالصحفية مثلا لا ولا هو خاطر في بالي هذا ولا أنه لأنه أصلا القضية كما قلت إيش قديمة اللي خلاني أطمئن الحقيقة طريقة الرد من كبار وصغار بمعنى أنه الأدلة اللي بطرحوها إشي ما بدلش فزدت قناعة الحقيقة بأنه يجب أن نفرق بين الاستغفار لمن مات على الكفر أو سواء كان شرك على فكرة أو كفر والاسترحام طبعا اليوم لأول مرة بدنا نخصص درس لهذه المسألة ليش؟ لأنه في الأول كانت تأتي النتف هنا في درس هذا في درس هذا وكل ما حصار حدث كان أخذوا بعض هذه النتف معزولة عن كلام طويل وما كناش مستفيدين أصلا في الموضوع فلذلك بتوصل الرسالة غلط من هون بدأ أبدأ أعالج هذه المسألة لأنه كافي أظن نثاث أربع سنين من الاعتراضات وتقديم أدلة كافي ونشوف الآن أولا الأشياء القضية التي لا نختلف عليها وفيها إجماع مشان نتجاوز الكلام الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية أقصد آيتين والآيتين في سورة النساء الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والعجيب أنه في بعض الناس خصوصا أنه في ناس بقولوا أنه أجمعوا العلماء يعني عم بيواجهوني في موضوع إجماع العلماء وهذه قضية القول بإجماع العلماء انسوا هذا غير صحيح غير صحيح ومن ذلك مثلا هذه الآية بعض العلماء بيقول إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك طب ما دون ذلك نفرض أنه كفر ليس بشرك بشيك؟ شو دون ذلك؟ كفر قال طالما إنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن إحنا بنقدر نستغفر له للكافر للكافر دون الشرك إنه المقصود هو ما تستغفر له في قضية الشرك هذا مش معنات أنا بوافق على هالكلام هذول اللي بقولوا أجمعوا العلماء هم مش بس نجمعوا في التفريق بين استغفار واسترحام هم أيضا يقولون بكلام لا نقبله منهم من كبار العلماء إنه ما دون ذلك طيب شو إذا ما كان الشرك ممكن ما دونه يغفر آه لكن الأصل تأخذ الآيات بشكل عام في القرآن الكريم فمثلا طبعا قلنا هاي موجودة في الآية 48 للنساء وكمان مثلها إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك كلمة يشاء في سورة النساء 116 لكن إذا بتلاحظوا تكملت الآية الأولى وَمَا يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا مشان يدركوا الناس ليش الثانية وَمَا يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعيدًا ثم تعرفوا قول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم في سورة لقمان طيب لا لاحظ الآن آية أخرى إذن الآن بدنا نتكلم عن الشيء المجمع عليه ومشان ما يبحثوهوش ما كان للنبي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَيَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ أَيَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَا لأنه القريب هو اللي ممكن يدعو يعني الناس الاستغفار إلوه أكثر لأنه رحم وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم والعلماء قالوا كيف يعني بدو يتبين والله مثلا إذا نبي يتبين بالوحي وإذا غير نبي كيف بدو يتبين معناته هو بدو يحكم على الظاهر إنه هذا مات على الشرك مات على الشرك هاي ما من ناقشها هذا مجمع عليه الكلام هذا من إيش من مات على الشرك الآن نتحدثش عن المشرك في حياته والكافر في حياته بش هذا الحديث أصلا وإنما مات على الشرك تمام ما كان للنبي حتى تصوروا ما كان للنبي والذين آمنوا هذا عفوك ربنا نذكرها كمان شوي ما كان للنبي يحفظوها مني والذين آمنوا وأي يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة وإنت طبعا من بعد ما تبين لهم أنهم وإنت منتبين لما يموت على الشرك في ظاهر الأمم وأنا كيف بدأ أعرف إنه مات على الشرك لا أنت إلك الظاهر الحكم متعلق بالظاهر زي تماما إنه ممكن يكون منافق ومظهر الإسلام نتعامل معه بالظاهر تمام الآن لكن خلينا الآن نقول إنه مش بس الشرك مش بس الشرك لاحظوا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر لاحظوا لم يكن الله ليغفر لهم إذن مش قضيت شرك بس معنات اللي مت على كفر إذن غير صحيح اللي تحدثوا قالوا إنه هناك دون الشرك اللي هو بعض الكفر هاي طبعا أنت بدك تجمع الآيات كلها في القرآن الكريم والقرآن الحكام من أين تأخذ تأخذ من مجموع الأدلة مجموع الأدلة في القرآن والسنة لاحظوا كما مرى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ثبيلا آية اللي بعدها إن الذين كفروا وظلموا انتوا لاحظوا عفوا في الآيتين إنه الآية الأولى آمنوا وكفروا آمنوا وكفروا بعدين ازدادوا كفر غريب يعني مش مش اللي ماتوا على الكفر هيك مباشرة الثانية إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم يعني طيب ممتاز مشان هاي برضو ما تدخلش موضوع الاستغفار إيش للكافر إذن استغفار للمشرك غير جائز استغفار للكافر غير جائز طيب ممتاز إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هاي لأخذ شو أضاف إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار لحظة شوف التركيزة ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم طيب إذا بدك تقول بده يقول طيب أنا يعني بدي أدعي للكافر مثلا بالمغفرة وعلى الله ما هو مش رح يستقبل مش رح يغفر له طيب شو هالعبث هذا شو هالعبث بس إيش الفرق بين على فكرة إنه يدعي لكافر مات على الكفر وبين لمشرك في المشرك الآية صريحة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ممكن واحد بقول لك أما هون ما نهانيش هو قال لن يغفر هو بده يغفر طيب نحن من يقول لك عبث لا بترد عليه بتقول بل كلمسألة زي لما الله قال في حق المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم هاي للمنافقين عفوا كمان والرسول شو قال صلى الله عليه وسلم لو علم يعني أنه بيستغفر أكثر من سبعين كان استغفر ممكن بعض الناس يدخل هيك مش أنا يعني يفرق بين طب بس أنت بتدرك أنه عبث الاستغفار أصلا في الأولى حرام حتما في الأولى وبجيز بعض الناس حتى في الأولى الشرك بعض الناس طبعا وهذا من المبالغات وصلوها للكفر أنك تستغفر للمشرك لا لا طبعا واضح أنه حرام بس ممكن نقشف فيما يتعلق بالكافر مع علمهم بأن الاستغفار للكافر عبث ما عم بقول لك فلا يغفر الله لهم ثم ماتوا وهم كفار فلا يغفر الله لهم هنا طبعا بعض الناس ممكن أن يقول لك هذا كفر وصد وعفكرة فعلا الكفار باختلفوا يعني كيف في عندك كافر وخلص كافر وممكن حتى ينصر أهل الإيمان في الدنيا لكن لاحظ إن الذين كفروا وصدوا وهناك كفر ظلم وهناك كفر وكفر وزاد كفر يعني كل يعني هاي ممكن بعض الناس مش إحنا خلص مات على الكفر لا يجوز وهو نوع من العبث لأن الله قال إنه المموت على الكفر لا يغفر له طب شو عرفني أنا إنه مات كفر أيوة إليك ظاهره هاي خلصنا يعني بدي أخرج الآن من هذا الظاهر مع تبين فقط يعني مش مجرد ظلم إلا الظاهر مع التبين آه لطيف هو قصدك نعم إنه مش مجرد إشاعات مش مجرد إشاعات لا أنت تبينت تمام طيب الآن فيه كلام في الاعتراض على الكوني بفرق بين الاستغفار والاسترحام في بعضهم إيش بيقول الشريعة لا تفرق بين المتماثلات وإن اختلف المعنى اللغوي كمام الله بديش أحاسبهم على هذه القاعدة بدي أسلم فيها تمام الشريعة لا تفرق بين المتماثلات مش إحنا الآن من فرق بين استرحام واستغفار هم الآن اللي ردوا بهذا الكلام واضح أنه مستشار أهل علم وقالولهم كله هيك إنه الشريعة لا تفرق بين المتماثلات لاحظوا وإن اختلف المعنى اللغوي تمام الآن بدنا نوافق على هالقاعدة هاي وأعطيكم أمثلة لاحظ عندي لما تقول لإنسان غفر الله لك شو بتفهم على طول بتفهم إنه مؤاخذ في قضية ما يعني فيه ذنب فيه آثم مش كذا على طول بشيك غفر الله لك ممتاز بس إذا قلت له عفى الله عنك برضو بتحتمل إيش مثلا الله سبحانه وتعالى عندما قال عفى الله عنك هل ما أذنت لهم إذن كان فيه بده يكون مؤاخذة وعفى الله لكن تختلف إنه غفر الله لك عن عفى ما عنه بديش أدقق الآن على المعنى اللغوي لأنه الشغلة بلاش نأخذ وقت طويل لأنه ناس بفهموها بسرعة بهذه الطريقة لما بقوله أنا غفر الله لك خلص معناته فيه إثم فيه مؤاخذة عامل عامل عاملة غفر الله لك طب عفى الله عنك أيضا أه ولكن من الأمور اللي بتختلف في المعنى عفى إنه ممكن يكون مثلا إلك دينة علي دينة وبتقول له خلص أنت الآن معفو عنك في الدينة طب والدينة ذن مديون بدين وتعفي عنه مش مديون بدين بتقول له غفر الله لك أو غفرنا لك لا غفرنا لك أنا عامل عامل معناته شو القصة أما واستغفر لهم عفو عنهم في حقك واستغفر لهم في حق الله عفو عنهم واستغفر لهم قضيتين طيب الآن طيب لو قلت مثلا فلان صفحة عن فلان برضو شو بتفهمه فيه إشي فيه إشي طيب هذا هو اللي ممكن نوافق عليه في قولهم الشريعة لا تفرق بين المتهمثلات وإن اختلف هالمعنى اللغوي طيب شو الفرق بينما تقول اللهم عفو عن الكافر فلاني وبينما تقول اللهم اغفر له شو الفرق مع إنه عفا فيها معاني إيش زائدة طيب أقول أصفح عنه لا أنت بتستغفر له وإن كان صفحة إلها معاني أخرى تمام لكن شوفه لما أنا باج بقول نتبه الآن وين إنه هون آبدا نخرج هذه القاعدة اللي وضعوها من موضوعنا لما تقول لواحد رحمك الله إيه لو نسب بهذا الكلام بالمغفرة والعفو والصفح لا مالوش مالوش رحمك الله الناس بتحبها أصلا أما تقول له غفر الله لك الله يغفر لي بس عن إيش أما رحمك الله بنبسطه لأن الرحمة الرحمة أي شيء بتنتفع فيه أنت ولا صالحك وإيجابي كذا رحمة ممكن يعطيك الصحة أقول لك في ناس منقول الله يرحمه وقصدنا يموت ليش لأنه بكون بعاني من أمراض مثلا اختيار عمره 100 سنة وأمراض وآلام شديدة والأطباء مش قادرين فمنقول الله يرحمه الله يرحم ما هو بختر له وقتها فهون هذا ما بنطبق عليه ما ملاحظين أنتم بنطبق عليه الكلام لما أنا قلت غفر الله لك عفى الله عنك صفحة الله صفحة عنك إلى آخرين سامحك الله سامحك شو على كتاب رحمك الله آه ممكن يكون لك دقق معي الآن ولكن مين قال أنه المغفرة ليست رحمة أو من الرحمة والصفح من الرحمة من الرحمة والعفو من الرحمة من الرحمة وشو قلت كمان قبل شوي والمسامحة فيها رحمة فيها رحمة طيب طيب إذن هذه تكون في ذهننا إذن إذا قلنا المغفرة فيها رحمة فيها مرحمة والعفو والمسامحة وإلى آخره لكن مفهوم الرحمة واسع واسع مفهوم الرحمة فبالتالي لما يأتي الدين وبقول لك ممنوع الاستغفار لمن مات على الشرك أو الكفر طيب تيجي تقول لاحظة تيجي تقول طب ما هو بما أن الاستغفار هو نوع من الرحمة إذن الرحمة إذن الاسترحام لا تجوز إذن الاسترحام لا يجوز لأنه من الشامل الرحمة كل مغفرة الرحمة وليس كل رحمة مغفرة كل مغفرة فيها رحمة بس الرحمة واسع جدا فكيف والدين كان ببساطة والوحي منزه الوحي الوحي كان قال إنه ممنوع تسترحم وخلاص إيش أسترحم طب ما هو ممكن من ضمن الاسترحام بنيجي المثال اللي ضربته زمان اللي هو وهون بدي تركزوا على هذه المسألة الآن القاضي القاضي أمامه إنسان مرتكب مخالفات أو جريمة أو إلى آخره شو الفرق بين قولنا يا قاضي نرجوك المحامي يعني يقول أن تغفر له وتعفو عنه وبين قول ترحمه بفهم الناس كلها لما بدي أقول اغفر له يعني ما يكونش فيه عقوبة اعفو عنه ما يكونش فيه عقوبة بس غالبا المحامي ذكي مش زي بعض الناس المعالم لأنه بعرف أنه شو يغفر له والقانون شو يغفر له إنما بقول ارحمه شو يعني بدال سبع سنين ستة بدال سبع سنين خمسة قلوا لي إذا القاضي استجاب ورحمه شو عمله أولا لما رحمه أولا هو خفف عنه العقوبة ولكن قلوا لي لما سجنوا خمسة سنين هم يغفرونه عفو عنه هذه مهمة لأنه مرات على فكرة فيه أمور بدهية يا سبحان الله العقل البشري حتى لو عبقري بيذهل عنها البدهيات إذا لما نقول القاضي عفو عنه أبدا غفر له أبدا سامحه أبدا هذه المتماثلات ولا شو رحمه رحمه شو يعني رحمه خفف عنه فيه ناس قال بناك شو كأنه التخفيف مش رحمة خفف الله عنكم إيك مشيك لما أقول خفف الله عنك شو معناته يعني بطلب لك الرحمة مشيك الآن هذه برضو تكون في الزهن مش زهنكم زهنكم أنتو بس واللي بتابع الدرس طيب الآن مقدمة أخرى جميلة إذن لو نقشنا لا يخفف عنهم عشان بكركم خضيف لحظة ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هذه للمؤمنين ولا لكل البشر إذن يوم القيامة بنوضع الموازين إيش الكسط شو يعني كسط هم بقولوا العدل وهذا غير صحيح نضع الموازين الكسط الكسط لأنك بتوصل للحقوق العدل فيه مسوال معنا في اللغة بس الكسط لا كل واحد حقه نصيبه نصيبه تمام يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا حتى اللي عامل صغيره أمستوى لاحظ وإن كان مثقال حبة من خردل هاي دائما للتصغير بعدين ممكن ليش بالذات الخردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هذه تكون دائما في الذهن لأنه الكفار الكافر غير عن الكافر والمشرك غير عن المشرك كل واحد إله حسابه بتكلمش عن الأعمال الصالحة الآن حتى ما يتوهناش بعض الناس مش أعمال المشرك الصالحة أعمال المشرك السلبية يعني مجرم زي مجرم مشرك زي مشرك في أعماله إلى آخره إذن بده وعفكرة هي بترحل تتبلور إن شاء الله الفكرة بشكل جيد إذن هي موازين وفيش ظلم هذه برضو إيش تكون في الذهن هذه الآية بالذات طيب اللي بعده إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة طبعا والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب قبل هيك دقكم عايي في الآية إن الذين كفروا إيش وماتوا وهم كفار معناته كل الآيات اللي قبلها وكلنا صدوا عن سبيل الله وآمنوا وكفروا وآمنوا وكفروا وآمنوا وظلموا لا هاي الآية قالت لك بس إشي واحد إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار مش أن بعض الناس ما يدخلش من المداخل لا اللي مات على الكفر هاي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة إيش والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أولا في ناس يحتجوا علينا قال أنت بتقول إنه ممكن أدعو أنا أو أسترحم زي المحامي اللي بيسترحم لمن للقاضي بيسترحم القاضي هو بقول له أنا لا بديه بدي يعاقب يعاقب بس أنا بدنا تخفف تمام أولا قالوا طيب ما هو اللعن هو الطرد من الرحمة هو أنا كنت زمان في الدروس زمان زمان كنت أقول لما بدي أبسط المعنى للناس شو أقولهم اللعن الطرد من الرحمة من مين ما أخذها أنا من تسامح بعض المفسرين لأنه هو يعني هو طرد على فكرة هو اللعن طرد بس الحقيقة لما هاي مسيرتنا لما بدينا ندقيق بالنصوص لا مش صحيح ينسوا هالكلام مش صحيح أنه اللعن هو الطرد من الرحمة والآن بيستخدموها أنه أنت كيف بتسترحم ما هيوا هيوا بقول الله عنهم ولكن عليهم لعنة الله واللعن هو الطرد من الرحمة بدي فقط أجيب لهم تعريف تعريف اللعن من مقاييس اللغة اللي هو ابن فارس وابن فارس إيش هو في اللغة من الآئمة وابدي أجيب لهم تعريف اللسان اللي هو لابن ابن منظور وهذا ابن منظور إيش أعلى من أعلى من اللغة لاحظوا إيش بقولوا في معنى اللعن طبعا أولا اللعن أولا كلنا طردوا إبعاد لاحظ مقاييس اللغة إيش بقول ابن فارس لعن الله الشيطان أبعده عن الخير والجنة أبعده عن الخير يعني طرد طردين على فكرة ممكن تطردوا من الرحمة وممكن تطردوا تبعدوا عن الخير يعني زمان بقوا بعض القبائل لما تطرد بكأنوا سموا اللعين يطردو شو يعني يطردو يعني تجيش عننا ولا تستفيد مننا ابعد روح دبر حالك في مكان ثاني تجيش عننا فبيفقد حمايتهم وبيفقد رعايتهم وبيفقد مودتهم وبيفقد كذا لذلك هو الحقيقة الترد من الخير ولذلك شو عقب في مقاييس قال أبعده عن الخير والجنة وإحنا ما قلنا لكم إنه الكافر اللي مات على الكفر والشرك بدخل الجنة ما قلنا هاش ولا حدا بقولها إذن هاي بدنا نطلعها إن فهمت بالله بالنسبة طيب طيب ونشوف اللسان اللسان العرب من منظور لاحظوا إيش بقول يعني الطرد اللعن الإبعاد والطرد من الخير مش من الرحمة من الخير يعني يستفج معناته مطرود من أن يدخل الجنة مطرود من الانتفاع بسعادة الدخول إلى آخر خلصنا إذن هذا ليس اعتراضا على الموضوع ولا بتسترحم أنت والرحمة طرد من الرحمة لا برضو أنا أرجوكم حتى لما بالدرس الناس ما نعدش نقول الكلام اللي ماشي غلط إنه اللعن هو الطرد من الرحمة لا هو طرد إبعاد عن الخير ومن الخير حتى مستخدمين منهم في من وعن مش هيك يعني المقايس استخدم أبعده عن واللسان من من الخير يعني بكون في الخير بطلع أو يعني تبعده عن الخير خلصنا هاي ومتاز فيه طبعا في الحقيقة في الإنترنت نزلت فتوى لعالم العلماء المعتبرين يعني اللي منحترمه وواسع في علمه وهذا الرجل يعني في البداية كأنه تكلم عن حكم الاستغفار للمشرك والكافر كنهم بعدين سألينه طب فيه فرق بين الاستغفار والاسترحام في الأخير قال أما مشي مشي معهم إنه غريبة يعني والغريبة هلقيت منشوف في إيش الغرابة قال إنه يعني ألحق الطرحهم أو الاسترحام بالاستغفار واستدل بس هو إيش بيختلف عن باقي إيش بيختلف عن باقي الناس اللي بناقشوا إنه كان منهجي أول إيش بده يبلغ إنه لا يجوز الاستغفار للمشرك أو من مات على الشرك ومن مات على الكفر ممتاز بعد ما خلص في طرح الأدل وهي إحنا مش مناقشين فيها فالآن طرحت قضية الترحم مشي مشي في قضية إنه الترحم برضو ممنوع طيب إحنا بنطلب الدليل على إنه ممنوع الترحم القاعدة اللي قالوها إحنا عالجناها ولا يعقل إنه غفرة تساوي رحمة كل واحد اللي همعاني مين أشمل الراحمة طيب لو لو حرم الأشمل لدخلت فيه بالأقل آه بس هو طيب أخذ الترحم اللي هو ليش تغفاها بس ما قالش غير هيك طيب شو بقول على فكرة استدل طبعا هو عالم كبير وإحنا من نحبه ولكنه سقط سقطة هنا فاستدل فما تنفعهم شفاعة الشافعين كله الآن بدي أوضح وين السقطة وقلت محترم ويأخذ من علمه علمه واسع بس بقى رح يعرفوه من خلال لأنه اشتهرت فتوى لا كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون الآن أصحاب اليمين وين في جنات يتساءلون عن المجرمين لاحظوا الآن ما سلككم في سقر إذن المجرمين وين موجودين المجرمين وين موجودين في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم هذا قبل الحساب ولا بعده ما هو نضع الموازين القسط معناته صادر الحكم ولا مش صادر صاروا في داخل النار ولا ما صاروش طب كيف تستشد بهذا الكلام هاي أول هاي أول فما تنفعهم ليش إحنا قلنا إنه بعد ما يدخل النار الكافر والمشرك ويحكم عليه بالحكم اللي هو القسط ولا تظلم نفس شيء بعد الميزان بعد الحساب وكفى بنا حاسبين ودخلوا سبحانه وتعالى أدخلوا النار إحنا قلنا إنه مسترحيم للكافر نطلعوا كيف من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بعدين هذول هم شفاعة الشافعين بس على فكرة العصا من المسلمين بتنفع معهم شفاعة الشافعين حتى لما بدخلوا وفي أحاديث هذول قال طيب كيف تستشد فيه وحليني أوضح شو قصدي الآن شوفوا هل كانت نجلة المسلم العاصي مات سؤال منفعوا دعاء ابنه واستغفار المؤمنين له وليش منصلي عليه أصلا ليش منصلي عليه ومندعينه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر بيستفيد بيستفيد اتحاسب لحد الآن قبل ما تكون القيامة لا هذا العاصي لاحظوا هذا هذا العاصي يوم القيامة الموازين القصد ها وإذا في موازينه شو موجود في موازينه شو موجود أعمال لا إنسى أعماله استغفار الناس واسترحام الناس بدموا يقولوا لي بنتفع ولا ما ينتفعش بعدين إذا دخل النار أو يدخل الجنة بدريش إنما بنتفع هذا من ضمن الموازين والحساب طيب جبوا لي دليل على إنه الكافر لما بسترحموا له الناس بسترحموا له الناس بمعنى بطلبوا التخفيف عنه إنه قبل ما يصدروا الحكم أنتوا بتجيبوا لي الآيات بعد صدور الحكم يوفي النار قاعد بتقولوا لي فما تنفعهم شفاعة الشافعين إحنا قلنا هيك قلنا في الدنيا عام بقولوا بيسترحموا ويوم القيامة بيجي في ميزانه هذا الاسترحم دللوا على إنه بيجيش في ميزانه ما هو هذا مش عمله هذا مش عمله هذا عمل غيره الآن لأنه عارفين شو ويقولوا ما هو الله سبحانه كل أعمالهم بيبطلها لا يا أخوي هاي أعمالنا أحنا هاي أعمالنا أحنا استرحم إلو طيب ثم كيف يقع شيخ كبير بمثل هذا والرسول تشفع في أبي طالب في الحديث اللي وارد في البخاري اللي وارد في البخاري ومسلم المتفق عليه ما هم من أصح الأحاديث على فكرة المتفق عليها بين البخاري ومسلم أكثر من 1200 حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم هذه من أصح الأحاديث طبعا في أصح منها لما بيكون متفق عليه وكمان كذا مش قضية الآن السؤال طالما أنه أبو طالب مات على الكفر الرسول تشفع له ولا ما تشفعش نعم تشفع له وإيش قال أه هون خلينا نشوف الحديث اللي هو العباس لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو نقوله بالمعنى ما هو معروف الحديث كثير لكل الناس العباس العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم بقول للرسول صلى الله عليه وسلم لاحظوا التعبير أنه أبو طالب كان يحوطك ويغضب إلك نفعته بإشي أنت بقول له تعبير إيش أنه نفعه الرسول نفعه شوف تعبير نفع ليش لأنه هي عم بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين ويا سبحان الله الحديث اللي سأل فيه العباس إيش فيها فيها النفع بسأل عن النفع طيب الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قلو مكان في ضحضاح من النار آه هو في ضحضاح من النار عافية شو ضحضاح هو أصلا خليني أقرب شوي مثلا ضحضاح ما بيكون قليل وعمكه قليل ضحضاح هو قليل وعمكه قليل آه وضحضاح من النار برضو حفرة صطحية آه إيش آه آه طيب في ضحضاح من النار لحظة الحديث لاحظ يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم إذن شو جاوب الرسول على النفع نعم نفعته هو في ضحضاح من النار حتى من النار شو هالنار هاي مش حتى من النار من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هذا عمد البخاري هو مسلم لاحظوا هاي نفع لكن قالوا فما تنفعهم شفاعة الشافعين هاي شفاعة ولا مش شفاعة خفف عنه ولا ما خففش نفعوا ولا ما نفعوش فيها رحمة فيها رحمة ولا ما فيش كيف كيف بدوا دخلوا الجنة وهو الله سبحانه وتعالى قال فلا يغفر الله لهم لأنه شو معنات يغفر ما تعاقبش نحنا قلنا القاضي شو معنات يغفر ما يعاقبش شو معنات يعفو ما يعاقبش شو يعني تسامح ما يعاقبش طب شو معنات يرحم يخفف من ضمنها فيش فيها معناة لا المغفرة ولا بس المغفرة زي ما قلنا طيب هايو هون هون المكابر وهذه خطيرة طبعا لأنه الدين كأنه يعني على خاطف أنا وعواطفي أنا ما هو برضو زي هدول اللي قاعدين بي بيستغفروا للمشرك وهم عارفين أنه مات على الشرك وبيستغفروا للكافر وهم عارفين هذا أخذتهم العواطف وكلة الدين مثلهم العكس اللي بيحاولوا يلعب بالنصوص مشان عواطفهم ضد الكافر أصلا إلى هذه الدرجة من الطرف وفي منهم طبعا هو بظن أنه الدين هيك يعني عن عن ايش غيرها الدين طيب في بعضهم شو بقولها فكرة قال هذه خصوصية للرسول طيب الاشي اللي هو خصوصية للرسول بيكون فيه عليها دليل شرعي وإلا ضاع الدين بصير أي قضية رسول فعلها خصوصية له بصير أي شيء ببساطة خصوصية للرسول خصوصية للرسول طيب مثلا أنه رسول صلى الله عليه وسلم كانت الناس كلها تتزوج هيك المجتمع يتزوجوا واحد كان عنده عشرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده عشرة نسوان فلما نزلت الآيات شو قال له قال له بتطلق ستة طيب ما طلقتش أنت يا رسول الله آه هون فيه أدلة تثبت أنه هون خصوصية هذه الخصوصية شو الحكمة منها هذه ما تحدستش فيها بس ممكن في يوم نتحدث ومبين يعني بكون فيه دليل وين الدليل على خصوصية الرسول ثم نسيوا الآية اللي ذكرتكم فيها ما كان للنبي خلصنا ما كان للنبي شو خصوصية وين الخصوصية هون خليني آكلكم في مسألة بالنسبة للناس اللي بيشاهدوا شوفوا موضوعي مش الناس اللي بتكلموا أنه لا يجوز الاستغفار للمشرك الذي مات على الشرك أو اللي مات على الكفر موضوعي هذول الناس اللي ناقشوا دقكم معي الآن هذول اللي ناقشوا أنه ما فيه فرق بين الاستغفار والاسترحام وكانوا كل كلامهم حول هذه القضية هذول الناس هذول الناس هذول الناس اللي ناقشوا واستشهدوا بالآيات الأولى اللي هي إيش ما كان للنبي تحرم الاستغفار والآيات اللي بتحرم يعني استغفار وأنه الله لا يغفر هذا أي واحد فيهم وهو يناقش موضوعنا استشهد بهذه الآيات أنه الله لا يغفر في الرد علينا أنه ما فيش فرق بين هذا أنا بقول للناس هذا لا يأخذ عنه علم إطلاقا حتى كأنه ما بفقهش وما واحدين ثنين يا بفقهش أنه بخون أنت بتعرف أنت بتعرف أنه إحنا منقول أنه الله لا يغفر أي شرك به وما كان للنبي والذين أمى أن يستغفر تعرف وحتى قلنا لك كمان الكافر تمام أنت إيش معنى تدلس على الناس وإنت بترد وتستشهد بهذه الآيات يعني هذا هذا إنسان إنسان واحد من ثنين يا إما عاقل يا إما خائن يخون الله ورسوله إيه كذي عاكل أنا قلت لا لا يعني يعني ما فيش ما فيش عاكل فيش عاكل أو أنه يخون الله ورسوله لأنه أنت أعرف أنه شهذا الموضوع المطروح وبتستغل للناس وبتبدأ تأتي بالآيات اللي تتعلق بالموت على الكفر أو الشرك والاستغفار أنت بجيبها كيف هذه خيانة طبعا بس أنا ما محددتش أسماء بس أنا بقول للناس افهموا مثل هذا الإنسان لا يأخذ عنه شيء لأنه معناته يخون أو بفهمش تمام فيشوفوهم من اللي كتبوا فتاوى إذا جاب في الرد على هذه القضية مش في القول أنه يجوز على الكافر لا اللي كانوا يردوا على التفريق بين الاسترحام واستغفار وأنه ما فيش فرق وقاتوا بالآية هاي بالآية هذه الآيات اللي تعلق بالاستغفار للمشرك والكافر اللي مات على الكفر معناته هذون خواناء أو أو ما لهمش أهلية أصلا وليش قلت هذا الكلام لأنه مش كل الناس اللي بيستمعوا مش كل الناس اللي بيستمعوا بيقدروا يميزوا يميزوا إنه هذا طبعا بيقول صح ولا لا لكن بدي ألفت انتباههم أنتوا بدون ما تكونوا دارسين شريعة بتكون أنتوا بس تكونوا عقلاء هيني كشفت لكم إياهم إيش المطروح وإيش بقوله هذه بيدها علم شرعي هو لما يستشد بالآيات اللي تمنع الاستغفار للمشرك والكافر اللي مات على الكفر أنت لازم تكون دارس شريعة حتى تميز إنه هذا يخول لا في ناس تانيين برضو زيهم اللي مستشهدين كالتالي اللي بيجيبوا حديث إنه كان اليهود وهذا حديث صحيح يتعاطصون عند رسول الله صلى الله طبعا مش معقول اليهود يعني كل اليهود فيه يهود يعني وفكرة يبدو أنهم يهود عارفين أنه رسول يعني بدهم يكلهم رحمكم الله يتعاطصون ما هم بيعرفوا أيها لأنه بيعرفوا أن المسلم لما يعطص شو من كله يرحمك الله فهم كانوا يتعاطصون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء إنه إيش يقولهم يرحمكم الله طبعا شو هاليهود المحترم هذا اللي واثق بالرسول طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم يهديكم ويصدحوا باركم برضو هذول اللي بيستشدوا بهذا الحديث هذول لا يأخذ عنهم علم شرعي أو بخونه ليش لأنه أولا هذول أحياء وإحنا مش موضوعنا موضوع مش موضوعنا موضوع إحنا موضوعنا اللي مات على الكفر اللي مات على الشرك هاي واحد اتنين بعدين منين منين عرفتوا أنه الرسول بدوش يقولهم يرحمكم الله كيف عرفته يعني طيب ما احنا شفنا الجواب اللي جاوب فيه الرسول هو فيه أعظم فيه أعظم من رحمة الهداية وإصلاح البال شو بدهم الناس فيه أعظم يعني لو قالوا يرحمكم الله بجزء يرحمهم إنه من مرض يرحمهم من يرحمهم من لا لا مش يرحمكم بس انتبهوا الآن يهديكم ويصلحوا بالكم والله إذا بدهم يقولوا إنه الهداية مش من أعظم الرحمات وإصلاح البال مش من أعظم الرحمات ما أدري أنا والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلحوا بالهم والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلحوا بالهم ويكرأوا سورة محمد من أولها كلها في موضوع ايش الهداية وإصلاح البال الهداية وإصلاح البال رحمن الرحيم اهدنا ايوه رحمن الرحيم اهدنا الصراطة المستقيم يا رحمن يا رحيم اهدنا الصراطة المستقيم هذول ناس اول يؤخذ عنهم برضو بدي اقول للناس اللي بقولوا احنا بجدارسين شريعة ومنوخذ من اللي بكتبونا اللي منشوف انهم دارسين من كلهم برضو اذا جايبين هذا الحديث يفهموا انهم يا بيفهموش يا خوانا لانه ايش شو معناه الكلام ايش يعني يهديكم واصلح بالكم ما لها هاي هاي اقل من الرحمة يا عظم رحمة طيب يهدينا ويصلح بالنا ونبدناش بعد هيك ايش مثلا مش هيك ايش هالكلام هذا هذول برضو لا يأخذ منهم انتهى لانه يا اما بفهمش يا اما خائن بغض النظامين طبعا في ناس رح تأخذهم العزة بالإثم يقول ما نقولتها انا ولك يا شيخ الله احنا الدين الدين هو يتعامل معاه بهذه الطريقة انت اسهر الليالي الطوال مشان تتأكد ما توقعش في ما توقعش في التفاهة والسفاهة ها هذا دين الله مش انت قاعد بتشرح للناس كتاب لا انسان بشر ممكن تخطئ فيه انت بدك تعطي احكام وتوزيع الملايين اليوم في الانترنت ها بتأخذها هيك ببساطة وبتدلس على الناس بتفهم انت ولا ولا ايش هذا برضو هاي بتقول لي انت ما تشدش هادي بتشد كويسة ولا كيف خصوصا انه ايش خصوصا انه احنا يعني محددين حدا بس انحنا ما نكون للناس احنا بدنا نديروا بالكم اذا شفتوهم بعملوا واحد اتنين هدول اغلق على طول جيب ادلة لها طيب كمان اللي لما في الحديث عن ابي طالب قال الشفاعة هاي مش رحمة اللي فيه نص تشفع الشفاعة مش رحمة كل شي هي الشفاعة ما هي الشفاعة يا بتكون كاملة يا ناقصة يعني بيشفع بحيث يطلع من النار مثلا للعصاء ما فيه او شفاعة بالتخفيف الرسول شفع ايش منفع اولا مش منفع في نص القرآن وفي نص في نص الحديث وخصوصية الرسول هاي جبوها منهم منهم او من مين من ناس استشكلوا مش فاهمين فطلعوا فيها اه طيب طيب منحكيش التراصهم انه الكافر يطلع الحجنة لا لا ما حدا قال انه الكافر بطلع بالشرك بطلع من الجنة بس ممكن الكافر بطلع الى الجنة بطلع من النار الى الجنة بس الان راح نفاجئهم لا ممكن كمان خلص يباد وبالتالي يرحم ممكن يباد دليلك يا شيخ لا شو رأي ابن تيميان النص الكرآني مش فناء النار مش حديث مش كلام في فناء النار بدنا نقرأ هاي نجيب الآية مشان ما يظلوش يعني حتى المشرك وحتى الكافر بيجيب وقوله ايش معناته بغفر له ليش هو اللي تعاقب بيكون غفر له شو معنى تغفر له لم يعاقب طب واذا واحد عاقب ناب خمس سنين بدال سبعة هذا غفر له عفيا عنه شوفوا لما قال الشيخ انه على رأي ابن تيميان بفناء النار ممكن بعض الناس يا شيخ يجاد له انه ابن تيميان ما قالش لكن ابن القيم قال ونقل عنه حتى صاحب المنار كل قدلته لابن القيم صاحب المنار اللي هو تفسير المنار رشيد رضا نقل عنه وفي كتاب هل قد نشوف يعني ثابته عن ابن القيم انه قال في النهاية في النهاية النار ايش طب هاي فيه رحمة في الاخير هاي فيه رحمة فيش مغفرة كيف فيش مغفرة هل قتنا به عقب عقب وين المغفرة وين المغفرة فيه رحمة طب نشوف نشوف شوفوا شوفوا الآية احنا الآن ما بدناش موضوع الفناء النار وعدم فناءها لانه هاي بدها درس لوحدها مشال ما يقعدوش لفو ويدورو ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانث وقال اولياؤهم من الانث ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها طيب الا ما شاء الله يفتح الباب سبحانه وتعالى اذا منقدر بقول بغفرش منستغفرش بقول ممكن ارحم حتى بعد ما اعاقب ارحم طيب منسترحم ليش منسترحمش وهو بقول سبحانه وتعالى الا ما شاء الله في بعضهم حاول يقول ما هذه بمعنى من شو شو ما بمعنى من ما هو من للعاقل وهون الكلام عن مدة لما قال ابو بكر اطيعوني ما اطعت الله يعني اطوع طالما انا مطيع والكلام عن الخلود خالدين فيها واستخدم من ايش من الخلود الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم طالما الا ما شاء الله ما عاتوا من استرحم مش من استغفر طيب شوفوا الان شو قال زهرة التفاسير ما اقول ليش انا بدى اجيب الان التفاسير مشان ما يظنوا شو انه كله على عاتك الشيخ الشيخ انا يعني شوفوا اولا بدى اجيب اثنين فطأ من الفحول في فحلين الفحل الاول فحل مصر اللي هو ابو زهرة رحمه الله هذا كان على مستوى الاجتهاد والطاهر ابن عاشور في حل تونس اللي بقولوا لما بدوا معرفوا تونس بقولوا من كثر ماهو مشهور بقولوا بلد الطاهر ابن عاشور بلد الطاهر ابن عاشور طب نشوف شو بقولوا زهرة التفاسير الا ما شاء الله فهل هذا الاستثناء يدل على ان النار لها نهاية تنتهي بمشيئة الله ودير بالكم الا ما شاء الله احنا منعرفش ايش مشيئته الان ما قلناش يعني لو قلت بتفنى معنا تحددت انا مشيئته عشان يمكن اتراحب طريقة سؤال انتبهت لو قلت بتفنى بس انا بدي شوف كيف فتحنا الباب نسترحم هناك قال قبلن بغفرش هون شو قال لنا ممكن انا هذي بشان ما يخضوش لانه بصيروا خوضوا في موضوع تفنى النار ما تفنش ويجيبوا لأدلة بديش يجيبوا لأدلة بدي اما يصدقوا القرآن او هم احرار خلود ممكن اه شو قال لنا هون الا ما شاء الله مهركة ببينهم لهم شو اشكاليتهم فهل هذا الاستثناء هذا ابو زهرة في زهرة التفاسير يدل على ان النار لها نهاية تنتهي بمشيئة الله تعالى طبعا بكمل بقول وانه لا خلود فيها اه طب كيف لا خلود ما قال خالدين اه بعد ما قال خالدين طب شو معنات خلود هذي الان مش وقته اصلا لو كانت خلود الى ما لا نهاية كان ما بقولش بعدها ابدا ولو كانت ابدا برضو بتتنهاش كان ما جمعوهاش اللي في اللغة العربية على اباد مش وقته فشو معنات الخلود لانه وقتنا بسمعش لانه بدنا نخلص مع الجماعة تمام لاحظوا شو طيب خلصنا هذا مين اللي بقول هيك لاحظوا شو كمل زهر التفاسير وكذا وكذا قال بعض العلماء ونسب هذا القول الى ابن تيمية هذا عفر كرام مش ثابت عليه كثير وقرره ابن القيم في كتابه حاد الأرواح طبعا فيه نقلوا عنه علماء معاصرين وغيرهم ومنهم صاحب المنار التفسير المنار طيب خلصنا نجي للتحرير التحرير بتكلم حول الاستثناء إما هيك وإما هيك ما هو إذا صار في احتمالين أنا بأخذ الاحتمال اللي ما بدوش يعني رفه دواران اللي هو الأكوى واللي هو قدمه بقول إلا ما شاء الله على التأويلين استثناء إما من عموم الأزمينة من إيش استثناء من إيش عموم الأزمينة عموم الأزمينة خالدين طيب التي دل عليها قوله خالدين فيها إذ الخلود هو إقامة الأبد والأبد يعم الأزمانة كلها فما ظرفية مصدرية طبعا كلام صعب صار هيك فلذلك يكون الفعل بعدها في تأويل مصدر أنا لابهمني إيش أي تفسيره الآن أي إلا وقت إيش مشيئة الله إزالة خلودكم أنا لم يكفيني طيب إحنا عارفين برد أكرر إحنا عارفين المشيئة لا إذا قلنا بفناء النار معناة رعا عرفنا المشيئة لا إحنا ما دخلناش في الموضوع إحنا أجا فتح لنا هيك وقال ممكن أرحم طيب هناك قال ما بغفرش فقلنا طيب قال ممكن أرحم مشيئة لي مشيئة يا رب اجعلهم في مشيئتك خلصنا شودهم يقولوا يا أخوي وهي جبناهم فتح لأن ما بصدقونيش اللي مثلي شو مع هدول مع هدول هاي بكل لا من يشب العلماء لا لا هو الله ما هو فهمني فهمني هو هو في ناس ما هو أنا بدي أحرض العلماء مش عامة البشر هدول أو اللي يعني شوية كنو دارسه شوية صغيرة لا والنقطة إيش والنقطة بيعدوك كفرت انت بات وين بعدوك كفرت لأنه بعضهم شو بقول مشان يقنع في ناس بعتين له أسئلة فطبعا بعتين للشيخ أسئلة شو بدي يقول هو فقال هذه الأدلة قاطعة هاي اللي بتشوفوها الأدلة اللي عم بناقشها عنده شي قاطعة شو يعني قاطعة ما وليما مددين معناته بالضرورة شو معناته اللي بيقول عكسها يعترض على مين معناته على الله ورسوله يلا يلا هو بتحملها طبعا أنا ماذي مشان يعني يسلك حاله مع الناس وأنه يعني شيخه وبفتي وهيو بقول زي ما بتقول الجماهير التعبانة آه بدهم نافكوا للجماهير بدهم نافكوا للجماهير بدهم نافكوا للجماهير أنا مجماهير والله في جماهير بضول تنافك لها في هيك وهيك في إذا قلت لهم في إذا قلت لهم يعني في ناس بطلبوا هاي الفاتفى في أشكال وجماهير أنت شو مهمتك مهمتك تكون بالقسط ودل للناس عالصاح طيب اشوفوا هون عادي شو قال في الاخير الطاهر ابن عاشور شوف شو قال مشان اعتبرها مدخل وصاء وبهذا صار معنى الآية بعد ما اعطى تأويلين لما وبدأ في التأويل أنو مسألة الزمن ما اللي هو ما أصلا اللي بتدل عالزمن طيب وبهذا صار معنى الآية موضع اشكال شوفها صارت الآية مشكلة طيب عند جميع المفسرين يا ما شاء الله يا ما شاء الله هل كنت صارت اشكال عند جميع المفسرين طب ليش يفهموني ها هل كنت بكله لي طب هياك نطيت يا شيخ هو بقول عند جميع المفسرين بجوز مش عنده من حيث ما تقرر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن المشركين لا يغفر لهم صار في إشكال هايو ممكن ممكن يبيدهم وما يعدوش أو يخليهم في النار ما يشعروش إلا ما شاء خلاص أو يبيد النار نفسها ويبيدوا معها ما هو الخلود عنده أصلا لو بدك الدقيق فيه هو البقاء في الشيء طالما موجود هايكو تمام الآن بدأ عيد العبارة وشوفهم شان نكفز اللي بعدها وبهذا صار معنى الآية موضع موضع إشكال عند جميع المفسرين من حيث ما تقرر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن المشركين لا يغفر لهم أن المشركين لا يغفر لهم طيب هو ليش الإشكال يا أخوي طب ما هو مش نضع الموازين القسط خليني أرجع إلى هلا الآية ونضعوا الموازين القسط بحيث لا تظلموا نفس طيب وعطاهم العقوبة حكم الله الحكيم العليم حكم طيب إذن ما غفرش لا يكون أنتوا بدكم إلى ما لا نهاية وين العدل في ما لا نهاية وإذا بلمح لك أنه أنا أنت بتقول بتصير موضع إشكال ليش أنت شوف مفهومة للمغفرة واحد حكم عليه القاضي عشر سنوات بعد العشر سنوات طلعوا من السجن تيجي تقول لي كيف هاي هم غفروا له شو هم عاقبه ولا ما عاقبهوش على مقدار جرائمه ولا لا أنا بحكيش عمله الصالح على مقدار جرائمه ولا لا طيب حكموا على مقدار جرائمه إيش بتقول لي صارت لأي مشكلة لأنه على الله بقول بيغفرش شو يعني بيغفرش يعني بيعاقبش طبعا لا ياساس بيعاقب هم كل كفار واحد في العقوبة لا على قدر إيش بدوا يعاقبهم جرائمه على قدر جرائمه واللي أعظام هالشرك طيب مين اللي يقدر العليم الحكيم آه خليني بالله هوني شوية اللحظوا وكفى بناء حاسبين طيب بحساب ولا مش بحساب إيه طب اللا نهائي مش بحساب واللا نهائي مش بحساب كيف بتقوله إنه صار فيه تعارض بين كونه الله في النهاية ممكن يرحمه فيبيده إنه طب ما هو قال بيغفرش طب ما عاقبه شفتوا مرات عفكرة قضية بدهية مهما كانت العقول كبيرة يا سبحان الله بتسألهم عاقبوا على قدر جرائمه ولا لا بلا عاقبه طب كيف بتقول إنه إذا أبادوا مثلا مثلا أو أباد النار وراحوا معها إنه ما هو قال بيغفرش شو يعني بيغفرش يعني بيعاقبش عاقبوا ولا ما عاقبوش عاقبوا طب هذه عفكرة هذه هذه شغلة فعلا عجيبة فعلا إذن إذن البشر قد ما يكون إنسان عبقري فيه ممكن يكون بدهيات صغيرة مش عم بفهمها شو معنات إذن ما عاقبوش ما عاقبوش هو عاقبو ولا لا لا بدهم إياه إلى ملا نهاية طب ليش هي الذنوب والتناهية ولا لا والتناهية ويشو العقابل ولا إيش لا تظلموا نفسهم شيئا فهون إذن الاستشكال اللي استشكلوا وقال إنه المفسرين استشكلوه طبعا بعرفش كيف حلوها لأنه الأمم مجمعة إنه لا يغفر لهم طيب ما يعاقبو ما إحنا فاهمين انتبهتوا أنت لقطوا المسألة نعم نعم ما هذه فهون طيب الآن طبعا أنتوا بتعرفوا الآية الثانية فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت شوف هذا تعريف الخلود على فكرة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إذن الخلود هو البقاء في الشيء طالما هو موجود ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك هناك شاء الله طبعا إن ربك فعال لما يريد يعني شو معناته تدخلوش إلا هيو قال لك إلا هيو خالدين فيها إلا هاي الآيتين بفتسو مرتين هايو طيب إلا إن ربك فعال طب قل إن يا رب ما شئتك لاحظة قل إن يا رب إيش ما شئتك أبدا أنتم ملاخلكم إن ربك فعال لما يريد ليش بفتح الباب بهذا الشكل لكن لما أتى أجل أتكلم عنه وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جابهم بالضب نص متشابه ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك شو؟ طيب ما قاليش إن ربك يفعال لما يريد بيّن المشيئة بيّن بشان يطمنك عطاءا غير مجذوذ غير منقطع أصلا إذا بدك تتعرف اللانهائي بتقول غير المنقطع هذا في العطاء يفهموني ليش في الأولى قالت تدقلوش هذه أنا وفي الثانية قال بيّن المشيئة ما هو مرات لما بقول لك مشيئتي هيك مندور في القرآن منشان نشوف مشيئته في قضايا معينة في عدل وفي فضل أيوة في عدل وفي فضل تمام؟ طيب الآن هون إحنا في المرة الماضية وطبعا خلونا ما ننساش موضوع لا يخفف ورحمتي واسعة كل شيء وأولئك سيرحمه شوي بالله لا يخفف وهو بدنا نفهم إنه هذا اللي الذي لا يخفف بعد صدور الحكم عليهم بالنار ودخولهم النار نعم أم قبل أم قبل شفتوا برضو كيف هاي إنه مرات شغلة بدهية بسيطة نذهلوا عنها إيش لا يخففهم في النار ولا لا ما قالوا لهم ما سلككم في سكر قالوا لم نقل طيب موجودين في النار موجودين في النار وبالتالي إذن طالما موازين كست دقكم معي الآن طالما موازين كست ثم صدر الحكم ثم داخله فلا يخفف طيب إحنا إحنا نتكلم عن عن بعد ما صدر الحكم ولا عم نكون الاسترحام الآن بعدين الاسترحام هذا بيجي في صحائفهم الله أعلم بيقبل ما بيقبلش هذه ما شئتم في إنه يخفف يعني طيب لما يحكم بالتخفيف قبل ما يدخله بيكون هو في وهم في داخل النار يخفف هاي واحد اتنين اتنين شوفوا حتى بيفهموا كيف يخفف الآن القاضي واليوم القضاء البشري عاجز ليش لأنه كنتجد وقال لحظة يحكم عشر سنين طيب طيب حطوا قوانين كلولي في العشر سنين وين في أي سجن شو ظروف السجن في منطقة حارة في أريحة مثلا ولا في رمالة منطقة معتدلة وبعدين قلولي قديش بعيد عن أهله بيت عبو لما يجي وا 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 وبعدين الطعام هذا بس هذه الناس بقدروش عليها بعدين الطعام شو الحدود ما تبدأت تسجنه شو إلو طعام شو إلو كذا شو إلو كذا في تلفزيونات جوا بيجيبولو كتب بيكتب بيقولوني شو ها انتو بتظنوا يعني الخالق زي البشر ولا كل شي في الاحساب بيكون محسوب فبدخل هذا الحكم بكل معطياته لا يخفف ليش لأنه حكم الحكيم الخبير طب هل هو خفيف ها خفيف بالنسبة لغيره طب هو يعني مش علوان العذاب ها في إشي نفسي وفي إشي جسدي وإشي هم بيظنوا على فكرة إنه دائما في النار والله كيف دائما في النار يعني النار طب ما هو في داخل النار بالجادة لو بين بعضهم عمرك شفت واحد بتحطه في النار بقعد الجاد لك حتى إبليس هو قاعد في النار بقعد هم هم بيقرأ وش القرآن هو قاعد في النار بقعد الجاد لك وكمان يخاطب أهل الجنة كيف قدر يوصل الأهل الجنة هذا هذا ما عاتوا عندهم كنوا بضرب كذا شاشات ها طيب بصيروا كلهم أفيضوا علينا أفيضوا علينا طيب وبعدين لما بصيروا يعاتبوا بعضهم أنتوا اللي أضليتونا وإحنا اللي كذا الأخيري إذن معناتوا مش فاهمين الحكم الذي لا يخفف لأنه ممكن على فكرة مثلا أقرب لكم الصورة ممكن يحكموا عليه في بلد مثلا درجة الحرى خمسين فيقدم استرحام أنه يخففه وينكلوه بحكمه زي ما هو بس بلد يعني معتدل في بلد كان بعيد عن أهله في سيبيريا مثلا كانوا في سيبيريا زمانوا يروحوا يموتوا هناك قربوني على أهلي إلى آخره أنتوا بالكم يعني في الجنة أو في كل شي الإنسان اليوم هو بيكتشف على فكرة إمكانيات الكون اللي الله مدخرها في الكون عم بيزيد الإنسان تنظيم وبيصير دقته كيف تصوروا عند الخالق الجنة والنار هاي بدأ تكون أعلى لا يمكن للعقل البشري أن يصل إلى فهم إيش فيها النظام طيب صدر الحكم بكل معطياته هذا لا يخفف بعد ما صدر من الحكيم الخبير ما إلوش تخفيف أنتوا بنطلب التخفيف مشان يكون في صحفه مشان لما بدوا يصدر الحكم يكون يا بيقبلوا الله يا بيقبلوا بس أنتوا قلوا لي لا يجزي استرحام حتى ما استرحيم كنكلك لا يخفف واسترشاد فيك إنه يخفف وإنت لا يخفف ولذلك خلينا نرجع معناته في قضية لا أبو طالب وقال في ضخضاح وقال في ضخضاح هاي يخف بعد ما خفف هاي يخفف لأنه الرسول وين تخف طلب التخفيف قبل قبل الحكم وين تطلب الرسول التخفيف عن أبي طالب قبل الحكم هاي يو فيه تخفيف هاي طلب الحكم ما فيه تخفيف طيب بعدين سؤال بالنسبة لأوساط المسلمين مش فيه شفاعة قبل الحكم إذن طيب نشوف الآية على فكرة اللي قرأناها اللي فيها قضية لا يخفف لا يخفف طيب لاحظ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله وكلنا شو معنات اللعنة الطرد من الخير والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها إذن هم موجودين وين لا يخفف عنهم العذاب وهم وين وهم في النار أنت أنت تيجي بتحاسبني أني الآن عم بطل الاسترحام بكون أبوه ميت وبحب أبوه وأبوه كان رجل يعني شهمه تفاصيل أبوه مثلا حاتم الطائي ولذلك صحيح هذا الحديث اللي هو إنه لو كان أبوكي مسلما لو كان أبوكي مسلما لترحمنا عليه هذا ممكن يكون في السيرة لما بنتكلم في السيرة العلماء يعني عادتهم يستهينوا أقفا يتهاونوا في قضية السيرة الحديث ولكن عند التدقيق من أجل أخذ أحكام يعني أنا بذكر قبل خمس وعشرين سنة بجوز في المحاضرة اللي كانت بجوز ذكرته هذا الحديث طيب بعدين تبعت فيما بعد دققته وجدت إنه غير صحيح أصن وضعيف جدا وإلا بيكون حج عليي الآن برضه إنه لو كان أبوكي مؤمن لترحمنا ها لترحمنا عليه أقول لكم أقول لكم في ناس قال اليوم بيستشهدوا فيه ضعيف جدا حتى حتى ينسب للألباني بدريش إنه مش بس قال ضعيف يعني زي يوصفوا بالباطل أو الموضوع طب انت استخدمتوا يا شيخ قبل خمسة وعشرين سنة لا يكون تضل على ما أنا عليه طيب كنا كنا هيك كنا واثقين بها اللي بكتبوا السيرة وحكي في السيرة هم بتسامحهم وليش ما هم بعدهم لحد الآن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع قال لما هاجر الرسول قال لما هاجر هي كان اسمها المدينة أصلا بعد اسمها يسرب وثنيات الوداع للي بيعرفها بكل اللي بجاي من مكة مش منها بدخل هذه لما الرسول كان في غزون الغزوان وإلا قضية الحمامة هاي اللي اللي كانت على باب الغار بيقولوها العلماء ما يؤخذ أحكام خلصني طب أما هاي هاي سفانة أثارتها بيقضي بنت حاتم الطائي لا بدنا نأخذ حكم معناته لا بدنا ندكك معناته إنه هل هذا الحديث صحيح ولا لا لا مش صحيح خلصنا هاي مني خلي أجل حديث هذا لأنه بيحتجوا فيه عليه الآن في المرة الماضية إذا بتذكروا بعضكم كان موجود بدي أقدم الآن بمقدمة لأنه في بعض الناس اكتشفت أنه ما فيه مش عليه حتى فيه منهم علق وقال ما فيه مناش وفيه منهم لا يزال يستشهد فيه يستشهد شوف عليه انتبهوا حلا إنما التوبة على الله شو يعني على الله واجبت أو جبها على نفسه كتبها على نفسه إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة شوفوا بعملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما هذه الفئة اللي يش بقول الله سبحانه وتعالى أو جبها على نفسه التوبة هذول تقدر تقسم بالله إنه بتوب عليهم طيب غير عن اللي جعلهم في المشيئة طيب في المقابل وليست التوبة شوف هناك التوبة اللي كتبها الله على نفسه أو جبها على نفسه وهون كتب ربكم على نفسه يعني فيه بيكتب على نفسه بس على فكرة ما كتبش على نفسه العذاب الله سبحانه وتعالى لم يكتب على نفسه العذاب يكتب على نفسه الرحمة الرحمة فهون وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت شو قال؟ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم انتبه هاي الكفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليمة طيب وين هذولاك؟ وين اللي بينهم؟ هذول اللي لاحظها لما بحضر الموت بتوبوا هذول ما فيش توبة واللي بجهاله وبسرعة بتوبوا هذول في توبة على طول طيب ولي بينهم؟ هذول المتركين للمشيئة إذن الناس ثلاثة ناس حساسين بيعملوا السوء بجهالة يعني مش قصد بكون مثلا الطغيان شاهوة كإذا تعطفا وبسرعة بيمتبه يتوبونا من قريب هذول بتوب عليهم طيب واللي هذول لما بحضر الموت بتوبوا اللي هي الغرغرة يبدو ما لم يقردوا ما توبش عليهم طيب افرضوا أحد له مع أحدهم ولا مع أحدهم شو بصير فيه معظم الناس يعني هذول اللي ضمن المشيئة طيب ليش جبت هالكلام لأنه في ناس ما فيهموش العاية لما قلتها في المرأة الماضية لما قالوا أرينا الله جهلا فأخذتهم الصاعقة بعدين وقف موسى يدعي الله سبحانه وتعالى فجاوبوا الله سبحانه وتعالى ايش قالوا في الوحي قال عذابي أصيبوا بهم من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء الآن أنا بديش أناقش ورحمتي وسعت كل شيء بدي انتبه لها فسأكتبوها هم شو ظنوا سأكتبوها إنه هاي مخصصة لها دول دون غيرهم المحصور لا هي مكتوبة لها لهم وغيرهم ضمن المشيئة كمان مرة هم بتصوروا إنه هي وهذولاك كلهم راحوا بداية هيك فهموها إنه سأكتبها يعني هذه الرحمة بدي أكتبها لهذول الناس والباقي بروحوا بداية لا هذه المكتوبة والباقي ضمن المشيئة يعني تفسر بالآيات اللي قلتها ما فهموها شيء فهموها إنه كتبها طب نشوف لمن كتبها دككم فسأكتبوها يعني أو جبها على نفسي للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون طبعا نبدأ سأل افرض ناس مش متوافر فيهم التكوى يعني يؤتوا الزكاة لأنه ليش قلت يؤتوا الزكاة فكرة الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون بيؤمنوا بآيات الله وبيؤتوا الزكاة لأنه إذا قلت تركيت ممكن مسلمين بيدفعوش الزكاة يقول لك كفر كفر عشان ما خدوش معهم بهذا الشيء هذا يعني هو بيمكن بدأ بدأتش عاسي الزكاة وشاعر بالذنب هذا بدهم كفروا اللي هو مش قضية مش قضية لقد سيروا بدهمناك شوف هاي فشوف يؤمن ويؤت الزكاة يؤمن ويؤت الزكاة ولكن تكوى مش تم هذا معناته هذا ملوش رحمة آه مش ملوش رحمة لا هذا مش مضمون الرحمة أما ممكن الرحمة مشيئة الكلام عن ضمانة فستعكتبوه تمام طيب بدأ أستمر الذين شوفوا الأوصاف هاي اللي ذكرت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هاي هذه أثريت أمة محمد وكأنه بكون هذا معناته اللي اتبعوا عيسى راح وداهية لأنه كاتبها لأمة محمد مشيك ومعناته جماعة موسى برضو راح وداهية وآل عمران يعني كمان إذا بتقول يعني طالما كاتب لأنه هايو خليهم يعربوها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لغة شو بدها تكون هاي كلها بدل مش بدل بدها تكون لأنه مشيك هايو فتاكتبوها للذين يتقون ويعطون الزكاة والذين هم بعياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول إذا والله مخصصة ولا غيرهم لا معناته روحت كل الأمم المؤمنة المؤمنة بشيك طيب وصلت وماكنش لازم يرحم أبو طالب طيب طيب هكيت فيه كمان شوف لاحظوا شو بقول صاحب المنار لاحظوا شو بقول صاحب المنار وهناك رحمة خاصة يوجبها ويكتبها تعالى لبعض المؤمنين المحسنين ويبذل ما شاء منها لمن شاء بغير كتابة منه همش إذن صوبنا الموضوع بيحتجوا فيها على موضوع مسؤولة الرحمة والمغفرة طيب نأخذ الآن الآية اللي دائما برضو كلهم بطلعوا فيها بقول والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب آليم يأسوا من رحمته فجبت أنا بعض المفسرين أما الباج ضاوي يسماعي عمال فيقول أولئك يأسوا من رحمته أي يأسون منها يوم القيامة طيب فعبر عنه بالمضي للتحقق والمبالغة أركت الآن على فكرة أريد أن أخذ الرأي الثاني أو بعدما أقول لكم ليش الثاني الآن أو أيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء هم في الدنيا يعسين أن يكون في بعث جزاء وهذا المعنى على فكرة اللي لازم يبدو فيه ليش لأنه يأسوا في الماضي ولا إيش هذول سيأسوا ولا يأسوا يعني زي إيش لاحظ زي إيش يلا بجيبولي آية كما يأس الكفار من أصحاب القبور يلا أشوف يأسوا من الآخرة لا تتولوا قوما المهم كما يأس الكفار من أصحاب القبور شو معنات يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور لاحظه الكفار من ضمن المعنى يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور من بعض المعاني إنه هذول يأسوا إنه يكون في آخرة فبالتالي بتلقيهم في الدنيا راحوا فيها بالطول و بالعرض لأنهم يأسين من إيش ما فيش آخرة يأسوا من الآخرة كما زيهم مش التشبيه الآن كما يأس الكفار الكفار غالبا إذا متلهم ميت خلاص إنه برجعش كما يأس الكفار من أصحاب القبور هاي معنى الأصل إنه يقدم هذا المعنى ليش لأنه يأسوا في الماضي بشكل أنه إيش يا أيها الذين آملوا لا تتولوا قد قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة هذا اليأسين إنه في آخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور تمام وهي الآية إذن والذين كفروا بآياتنا الآن بتجمع بينهم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي ولذلك شو قالوا يأسوا من رحمتي في زاد المسير من الجوزي شو قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي بالقرآن والبعث أولئك يأسوا من رحمتي في الرحمة قولان القول الأول الجنة يعني يأسين إنه بتقولوا جنة فيش جنة وهذول لما يأسوا إنه فيش جنة معنى تبصيروا بدهم جنة الدنيا طيب والثاني قاله مقاتل والثاني يأسوا من العفو والمغفرة مش من الرحمة قاله آ أبو سليمان هون شو فسر الرحمة إذن مش التخفيف لأنه إذا تعاقب ما تخف إذا تعاقب خلاص لا غفر له ولا شيء طيب على أي حال طيب هو ما هو ما هو أصلا الكافر ما هو بيأمنش بالآخرة ما هي الآية بتقول والذين كفروا بآية الله ولقائه ما هم كافرين بآية الواقع أولئك يأسوا وين تيأسوا يوم القيامة لما بدهم يتحاسبوا بيأسوا وإلا في الحياة هم أصلا ما يأسوا من إنه في آخره على القولين خلصنا كمان مرة ما هم بيأمنوش بالآخرة أصلا هم ما بيأمنوا بالآخرة فهم يأسوا من إيش إذا كان فعل ماضي ما هو يأسوا فعل ماضي يأسوا إنه يكون فيه فيه جنة لأنه من كله لأنك بدك ترغيبهم بالجنة بيقول لك شو جنة شو جنة هاي معناها أو إنه لما بيحضروا يوم القيامة وبتصير كدامهم وراء لما بيروا العذاب ها وراء والعذاب غنى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم وراء المجرمون النار فظنوا أنهم وراء المجرمون آه وراء يجدوا على مصرف طب ما فيه أي كمان ثانية لما رآها إيش مش فيها بردو لا يخفف إذن وين تتخفيف بيكون لما بصيروا هم هيك طب وين تبياروا العذاب لما بدخلوا أو بيكونوا في داخله تمام فإذن فإذن هون هون مش معقول هذول يأسين إذا كانت في الماضي إنه ما هم بيأمنوش بالآخرة فهم مش بيأمنوش في رحمة الله لأنه في الأصل ليش قالوا الجنة بعضهم لأنه رحمة الله في الرحمة الحقيقية الجنة فهم في الدنيا يأسين من الجنة وبالتالي بيعملوا كل شيء أنه لما بيحضروا وبشوفوا بيأسوا طيب كيف بيحتجوا بهذا الكلام خصوصا خصوصا أنت قاعد بتقول لما الله الله سبحانه تعالى بيقول لك ما بغفرش بشكل واضح ما تستغفروش بشكل واضح طيب هون أنتو تستمبت تستمبت قاعد أنه إحنا ما نقولش أنه نطلبش الرحمة طيب ما بودلش ما هاي حتى إلها عدة معاني كيف يعني بتيجي وكن قال لك إيش هذه أدلة قاطعة هذا كفر هذا شرك شفت شفت الجرأة طيب هو بجوز بن الجوج لما قال يأسوا من رحمتي يأسوا من مغفرتي وعفوي الآن يعني المغفرة وعفو هي من الرحمة لكن هو ذكر ذكر نوع من يأسوا من هذين الأمرين من العفو والمغفرة إذن في عقوبة إذن في عقوبة هم يأسوا من العفو والمغفرة لما بشوفوه ما عنده فعل يأسوا فعل ماضي الأولى إن قدم أني من هن ما هم بيأمنوش في الآخرة إن قدم طالما فعل ماضي ليش لأنه الثانية بدهم يبدوا يقولوا لك كيف يعني بيستخدم الماضي وبقصد المستقبل بس منبدأ في أني من هن هنو ماضي طبعا محتمل اتنين مقبولات لكن إيش العصل طب طب لما يكون الأمور بهذا الطريقة كيف أنت بتبني حكم شرعي على مثل هذه الأمور معرفش هو ظل إيش ما غطنهوش إذا سمحت عشان تاب على الكتب هاي أولئك سيرحمهم الله في الآية بذكر صفات أولئك سيرحمهم الله بيعترضوا إنه بس هدول إنه فيش رحمة غيرها ليش من قال من قال أولئك سيرحمهم الله معناته غيرهم غير مرحوم هاي وهابهم كيف يعني هاي وين هاي ما هم مفهوم المخالفة هذا بأخذوش في العلماء بهذه الطريقة كمان قضية صغيرة سمح آه إنه ما ما سمعناش أو ما قرأناش إنه صحابة ترحموا على أقرباءهم المشركين خليني هون إذن نعم ولا الرسول خليني هون أولا لما يجو يزعموا إنه الرسول ما ترحمش طب الرسول تشفع ونفع نعم اثنين الرسول صلى الله عليه وسلم شعروا الصحابة إنه مدمع يعني وبكى سألوا وهذا حديث في مسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي شو قال أستغفر بيستج تصور بيجيبوا هذا الحديث مشان يقولوا لك هايو كي بتقول إنه استرحام يجوز شو هون طلب طيب ليش بكى الرسول لأنه لم يأذن له أما أبو طالب أذن له آه لا أبو طالب طلب طلب التخفيف طب ليش بكى لأنه عرف إنه إنه أنا يعني حتى يعني عفوا حتى الاسترحام ما هي رح تدخل النار حتى الاسترحام ما هي رح تدخل النار فبيبكي يعني أما هو شو كان بطلب ما يكونش فيه عذاب كم قال لك وبعدين عرفوا إنه ما استرحامش ما هو أصلا لما سألوه هم يعرفوا قال إنه ما استرحامش سألوه قالوا له يعني بمعنى ليش بيبكي لا لا ليش بيبكي بكى فقال هو استعذن في الاستغفار لأنه لأنه إذا بده يطلب الرحمة إليها والتخفيف ندريش إحنا طب ليش يبكي لأنه في النار آه بعض الناس من كنوا قل لك إيش كي بتقول إنه أم الرسول في النار لأ هل كنت أنا بيحتج على من إيش يستشد بهذا الحديث أما مش موضوعي مناقشة أهل الفترة مش أهل الفترة مش هذا موضوعي هذول اللي بيحتجوا عليك عم بيقول لك كم قال لك ما استرحامش انت عرفت إنه ما استرحامش وانت باقي واقف مع الصحابة ما كانوش يترحموا كيف عرفت وعمره دليل شرعي بيثبت بهالطريقة ثم ثابتوا إن الرسول استرحم نيجي لهاي خلص إذن لهاي بالنسبة للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة طب كان معروف وقتها لما نزلت الآيات إنه كثير منهم إلهم آباء عايشين أو ميتين وأمهات عايشين أو ميتين من الصحابة إلهم كذا كانوا كفار كان لازم أو مشركين كان لازم موضح وقول هاي المسلم المسلم طيب أنتو كيف بتتجرؤوا على تخصيص نص كيف بتتجرؤوا على تخصيص نص بدون دليل منين دقكم معي الآن شوي بالله هو عم بقول بالنسبة للوالدين وقل رب ارحمهما إذن هذا موجه لكل الناس المسلمين إنهم يقولوا بغض النظر مين أبوه ومين أمه على سلطة الأمر أيضا أيوة سلطة الأمر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة شو بقولوا اسمعي أعماد بقولوا هاي الآية روية عن ابن عباس أنها منسوخة أولا الحديث اللي ذكروا إنه ابن عباس قال إنها منسوخة هو أنا بدأت درج شوي أولا هو ابن عباس زي ما قال الشافعي لم يصح عنه أكتر من مئة حديث في التفسير وتصور روح لكتب التفسير وشوف قديش إيش رووا عنه سنين فعلا الحديث هذا هذا يا دوب يا دوب يعني يا دوب صح أو حسن أو صار حسن هيك شوية بالدفع هيك أنه صار حسن طيب ماشي طيب بنسخ قرآن بنسخ قرآن إذن أنا بدوافق إنه قال ابن عباس وإنه حديث صحيح عن ابن عباس لكن شو بكصده بالنسخ شو بكصده بالنسخ الصحابة والتابعين السلف يعني بحسبوا إنه يعني إلغاء ابن عباس بدي يقول إنه هذا الحديث بلغي الآية أحكامها لا هو بكصده التخصيص لما يكون عام يخصص أو مطلق مثلا ويكيد كانوا النسخ إذن بكصده هيك عام ويمكن يخصص طيب ابن عباس ما قال للناس كيف يعني التخصيص هون أنا أكل لهم شهود تخصيص حتى لو ما قالش ابن عباس حتى لو ما قالش ابن عباس لابد من تخصيص شهود تخصيص دككوا معاي أنت بتقول ويكون ربي رحمهما إذن ادعيلهم بأي نوع من الرحمة إلا رحمة الاستغفار ليش لأنه في نهي لأنه في نهي ها هاي بيخصص أو لا بيخصص هاي الكرآن خصص ليش ابن عباس هاي الكرآن اللي خصص ليش ابن عباس ما كان للنبي Alors ما كان للنبي والذي أنا أستغفره الاستغفار رحمة رحمة لأنه ممكن يصيروا استغفره ويستشهدوا إنه هاي والله قال وكن رب يرحمه هما ما قالش انهم كفار لا يا اخوي مخصص هايو هاي التخصيص اياك انك تسترحم بالمغخرة بالمغخرة خلصنا شو بتحتجوا بابن عباس هاي القرآن هاي القرآن بقي اي شيء قالوا يا عماد هما بقي طب اليوم بجزء يقوله طب انت طولت يا شيخ قديش صرت ساعة ونصف شوي ساعة ونصف شوي بدهم يتحملوا لانه هاي كل يوم كل يوم الثاني راح يموت واحد وكنه راح يروز هاي فلان استرحم وفلان ما استرحمش اه وبالتالي ايوه اهم شيء منهجية التعامل مع القرآن لانه في ناس خليك معاي كين قالوا هذا ما فيش منهجية ولا تعامل مع النص الشرعي وبدنا نشوف مين اللي بيقفز على الالاء بعدين فيش فيش تقدير فيش تقدير للنصوص الشريفة قرآن وسنة تتعاملوا انتوا بهيك من كفائدك يعني تتوقفش ثم بتخالف بدهيات مين قالك انه في النار يخفف عنه تيجي تستشهد فيها طب ايه درس الايات كلها اللي قالت لا يخفف كله في النار بعد الحكم بعد الحكم والحكم على اساس على اساس صحاف صحيفته من ضمن صحيفته شو الناس شو قالوا بعد الحكم فيه تخفيف طيب هذه بدهيات واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم